المناسبة بتاعت دخوله في ارشاليم النهاردة كان عيد الفصح اليهودي وكلمة الفصح كلمة عبرية معناها بالعربي العبور ومنها لما برضا اتنقلت للغة الابتية واليونانية الفصح اتنطقت بسخة ومنها بالانجليزي كلمة باس معناها العبور وعيد الفصح عند اليهود كان بيقع دايما في الفترة بتاعة ابريل او اواخر مارس او مايو يعني دايما زي عيد الايامة عندنا بيتغير معاده من سنة لسنة عيد الفصح بتاعة اليهود كان تذقار لخرجهم من ارض مصر ايام موسى النبي وايام فرعوه لما هم خرجوا من ارض مصر عبروا البحر الاحمر ودخلوا الى برية سيناء عشان كده يسموها العبور بسبب عبورهم في البحر الاحمر وبسبب حاجة تانية ان كان اخر ضربة من الضربات اللي عملها موسى لشعب مصر وفرعون هو قتل بكر كل انسان وكل بهيمة في ارض مصر وعلشان ينجوا بنوا اسرائيل من الهلاك بتاع الملاك اللي بيهلك البكر امرهم ربنا ان هم يدبحوا خروف يسموه خروف الفصح خروف العبور ويدهنوا اعتاب البيت بتاعهم بالدم من فوق على عتب العليا وعلى القائمتين يعني منظر صليب فالملاك اللي بيعد يهلك الابكار يقول يارى الدم فيعبر عنكم عشان كده جاه منها كلمة الفصح او العبور وده يعتبر اعظم عيد عند اليهود وكان هو بالزبط رمز لصليب ربنا يسوع المسيح موته وقيمته الفصح التاع السندية اللي فيها المسيح دخل الارشين بهذا الاحتفال كان اخر فصح يحتفل به المسيح قبل ان يصلب ويموت يعني قبل كده كان كل سنة بيحضر الفصح لكن المرة دي بالذات هو عارف ان ده اخر مرة يحضره هو في الجسد على الارض عشان كده قالوهم شهوة اشتهيت ان اكل معكم هذا الفصح السيد المسيح امر انه هم يجبوله ركوبة يركب عليها كان عبارة عن اتان وجحش ابن اتان طبعا دول الاتان معناها انثى الحمار والجحش معناها حمار صغير ليه جاب الحيوانين لان المشوار اللي هو كان هيمشي فيه مشوار طويل فنوع من الشفقة على الحيوان كان عايز يبدل في السكة يركب الاول على الاتان وبعدين في النص ينزل ويركب على الجحش لغاية ما يدخل الى مدينة اورشالين لكن دي بالرغم ان هو موضوع بسيط انه يركب على اتان وعلى جحش لكن اباء الكنيسة منذ الكورون الاولى وجدوا فيها معنى جميل جدا اسمه تجديد العهد قبل ما اقول ايه ارتباط تجديد العهد بالاتان والجحش عايز اقول ان ربنا دايما كان متعود ان يتعامل مع شعبه بتجديد عهود ووعود يعني احنا عارفين من اول ما ادم سقط هو وحوى ربنا اعطاهم وعد ان نسل المرأة يصحق رأس الحية نسل المرأة يقصد بيها ربنا يسوع المسيح والحية هي الشيطان يصحق رأس الحية معناها يبيد الشيطان ويهزمه بعلامة الصليب هذا العهد اعطي لادم لكن بطول التاريخ علشان البشر نسيين فكان ربنا يذكرهم بتجديد العهد ايام نوح عمل تجديد للعهد ايام ابراهيم ايام موسى ايام داود وبعد كده جهي حقه هذا التجديد وهذا العهد فيه تجسد ربنا يسوع المسيح وبعدين احنا عندنا وعد ان احنا في الحياة الابدية هنشوف سماء جديدة وارض جديدة يبقى هنا اسمها زمن التجديد الله يحب ان هو يجدد معنا عهوده ووعوده ويحب ان احنا كمان نجدد معاه ووعودنا ان احنا نعيش معاه ولذلك احنا لما بنصلي كل يوم الصبح في صلاة باكر بنقول ولنبدأ بدءا حسنا احنا نحب ان احنا في كل يوم نكون في حياة جديدة مع الله نحب ان احنا بالخط Нет connection